السلام عليكم ورحمة الله. زي حضراتكم عاملين ايه? يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال معاكم دكتور رسامة عرفة. استشارة طب الاطفال وحديث الولادة ببور سعيد. وسؤال في العيادة. السؤال النهاردة. احدى الامهات. الحقيقة جابت بيبي لطيف جدا. ولكن عندها مشكلة شوية في الرضاعة. وهي بتقول لي ان اختها عندها بيبي تاني والبيبي ده كبير. حوالي ستة شهور سبعة شهور. وبيرضع من اختها فهي اختها اتلاها انا ممكن ارضع ابنك. انا عندي الامور ماشية كويس وما فيش اي مشكلة ان انا ارضعها. هنا من ناحية الطبية احنا ما بنحبش القصة دي قوي. طب ليه ما مش بنحبها? لان سبحان الله اللبن بيختلف من طفل للتاني في التركيب حسب بالزاد في اللبن في الاول الولادة. لبن السرسوب واللبن الفطرة الاولين اللي هي اول اسبوع اسبوعين من الولادة. كل طفل سبحان الله ربنا بيعمله تركيب لبن خاصة بي. يعني الطفل اللي بيتولد مبكر مبتسر غير الطفل اللي بيتولد تسعة شهور الولد غير التاني. سبحان الله موضوع اللبن بريست ملك ده مختلف تماما وفيه عجاز غير عادي. فكون ان حد هيرضع طفل اه حديث ولادة من اخته او من حد اكبر بيرضع تاني تركيبة اللبن عند الطفل اللي هو عنده ست سبعة شهور اللي بتنزله غير تركيبة اللبن اللي نزله عنده الام اللي هي لسه والدة سواء والدة اه اه في التاسع او في السابع او مبكر او متأخر او كزا. انتو بتخيلين الام الوحدة اللبن بتاعها قد يختلف تماما اه لو ولدت في السابع عن ولدت في التاسع بيختلف في التركيب الفور ملك ولهاين دي ملك اللبن الامامي والخالفي بيختلف في الصيف عن الشتاء بيختلف بيختلف ربنا سبحانه وتعالى بيفصل لكل طفل التركيبة بتاعة اللبن المناسبة ليه حجما وموضوعا وكل التفاصيل دي فبتفرق من واحدة للتانية وبالتالي مش مستحب خالص ان حد يكون جاي بيبي لسه حديث الولادة وان رضعه من حد تاني لان ده ممكن يكون عامل له مشاكل في جهازه الهضم ومش هيرتح في الرضاعة وممكن يعمل مشاكل. اطيب تمنيات لحضراتكم واطفالكم بالصحة والعافية.